غلاء معيشي وارتفاع جنوني للأسعار واجه أحمد العمري بعد أن عاد إلى موطنه الأصلي اليمن عقب رحلة اغتراب طويلة الأوضاع المعيشية الجديدة دفعت أحمد للتفكير بمشروع صغير يساعده على مواجهة ظروف الحياة الصعبة فبدأ بتربية طائر السمان في منزله الكائن في حي السلام في العاصمة المؤقتة عدن في البداية طبعا كانت كل مشروع جديد وغريب على البلد يقد المعارضين ويقد المطبطين للموضوع لكن الحمد لله يقولوا طبعا أنا ما أمدح نفسي لأني أقول رجل عظيم ولكن هناك مثل يقول كل الرجل عظيم وراءهم رأة يعني الحمد لله بالعالمين كانت زوجتي في ظهري كأول مستثمر في هذا المجال يواجه أحمد العديد من الصعوبات لكنه استطاع أن يتغلب عليها بدعم من العائلة والأهل والأصدقاء وهو اليوم يصف تربية الطيور السمان بالأكثر ربحا والأقل جهدا عندي طموح في أنه ينتهي 2020 وأنا أنتج من 1000 إلى 1500 بيضة يوميا يعرض مربي وبائع الطيور تجربته وخبرته لجميع الشباب الراغبين في الاستثمار بهذا المجال فهو يأمل أن يتحسن وضع البلد وأن يجد الشباب سوق عمل تعينهم على مواجهة ظروف الحياة حنين جمال بلقيس عدم ان يتحسن وضع البلد موسيقى ب موسيقى شكرا